اتعرضت لأزمات كتير بسبب كلام أجانيها وإطلالتها الخارجة عن المقلوب لكنها عانت كتير لحد ما وصلت للي هي فيه تعالوا بينا نتعرف على الفنانة سارة الزكريا والتعب الخطير اللي بتعاني منه وليه بيسموها جعفر اتولدت سارة الزكريا سنة 1996 في بيروت لأسرة بتعاني ظروف مادية صعبة عندها خمس إخوات والطر أهلها يحطوها في دار أيتام من وهي عندها ثلاث سنين ونص اعتدت هناك على المديرة اللي قررت طردها من الدار ووقتها كان عندها 14 سنة بيت أهلها كان الملجأ الوحيد قدامها بس للأسف ما لقيتش فيه الأمان اللي كانت محتاجاه بسبب خلافات أمها وأبوها المستمرة واللي كانت بتوصل لماد الإيد فقررت تهرب وراحت لبيت صاحبتها المسيحية صامو اللي استقبلها والدها توني جعجع بترحيب شديد واعتبرها أخت البنته وعاشت بينهم عشر سنين لدرجة إنها لحد دلوقتي بتعتبروا أبوها الحقيقي رغم إن والدها وأمها الحقيقيين لسا عايشين وبتتواصل معهم كل فترة الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخفف على سارة قسوة الحياة اللي عيشاها هو حبها للغنى اللي اكتشفته جوه الدار وتوني كان له الفضل في تشجيع موهبتها لحد ما قررت تحترف الغنى ومن وهي عندها 16 سنة اشتغلت في المطاعم والملاهي الليلية وتشعرت باسم سارة اللبنانية وحقق مقطع فيديو ليها وهي بتغني أغنية لا تعمل فيها صهري نسب مشاهدة قياسية أما الانطلاق الحقيقي لها فكانت بعد نجاح أغنية تيجي لتجوز بالسر انتقادات كتير لازمت سارة من بداية ظهورها على الساحة بسبب اطلالتها الجريئة وملابتها الكشفة ده غير كلمات أغنيها اللي أحيانا بتتضمن إحاقات خارجة وألفاظ خدشة للحياة لدرجة إنها تمنعت من الغنى في سوريا لفترة ده غير الإنذارات اللي وصلتها من قطر والمغرب وتونس بس الفنانة دفعت عن نفسها كلام كتير بيت قال عن إن سارة بقى عندها صروة ضخمة من وراء نجاحها الاستثنائي في وقت قياسي إلا إنها أكدت إنها الغاية دلوقتي مع اندهاز بيت ملك ده غير إنها مسرفة جدا وكشفت عن معاناتها من الضغط والقلب ونوبات عصبية نتيجة نقص الأكسجين لدرجة إن أحيانا بتفقد وعيها على المسرح رأسه دلع سارة على المسرح بعيد كل البعد عن اسمها الحركي بين أصحابها والمقربين منها وهو جعفر وعن سبب تسميتها بالاسم ده قالت أنا ست وراجل في نفس الوقت يقولوا لي جعفر أحسن ما يقولوا علي رخيصة ووضحت كواليس الفيديو اللي ظهرت فيه بتحدف الفلوس برجليها من على المسرح وعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وقالت واحد قرر يحدف علي فلوس وأنا بغني على المسرح وحسيت بقلة قيمة واحترام وفي لحظتها قلت للشخص اللي رماها لم فلوسك إحنا مش في كباريه وحدفتها برجلي سارة ما تجوزتش لحد دلوقتي واعترفت إنها دخلت في أكتر من علاقة عاطفية إلا إنها ملقتش اللي يستحقها ونفت كل الإشعاعات اللي طلعت عن قصة حب بتجمعها بالفنان المصري عمر كمال بعد نجاح دوته وغنية يا بيبي اللي جمعهم أزمة تانية عرضت ليها سارة لما تمنعت من الغنى في مصر بسبب إحاقاتها الخادشة على المسرح ورغم إنها اعتذرت لكن نقابة الموسيقيين ما قبلتش الاعتذار بسبب أنفذها الخارجة على المسرح